وبين أن الكثيرين ينشغلون بها عن الآخرة ودعا عباده المؤمنين المتقين إلى الإقبال على جنته وعلى رضاه سبحانه وتعالى فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحر هذه الآيات العظيمة فيها إصلاح للقلوب وفيها دعوة إلى الإقبال على الله تعالى وعلى الآخرة وفيها أن المؤمن يطلب ما عند الله تعالى وأنه يزهد في الدنيا قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات قال البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل قال الشهوات جمع شهوة والشهوة ما تطلبه النفس فالنفس تشتهي أشياء في الدنيا أشياء وهذه الأشياء قد تضرها أحياناً وقد تنفعها لذلك قال زين للناس حب الشهوات من النساء قال البغوي بدأ بالنساء لأنهن حبائل الشيطان وقال ابن كثير بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أعظم فتنة النساء إن الدنيا حلوة خضرة كما في صيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء بعض الناس يفتتن بالمرأة وبالنساء حتى أنه يبيع دينه من أجل المرأة يذهب إلى الدجالين وإلى المشعوذين ويطلب منهم ما يقرب المرأة منه وهذا كفر بالله تعالى وبعضهم ينفق الأموال الطائلة من أجل أن يصل إلى مرأة من نساء الناس وبعضهم ينتهك الأعراض قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَأَعْلَمُ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضًا حَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فيجعلها الله هباءً منثورًا قال ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون وفي لفهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يقعون في الفواحش يضيعون أعراض الناس يفسدون النساء وهكذا زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين وبعض الناس يُقبل على امرأته ويطلب رضاها ولو في معصية الله يأتي إليها بما تحبه ولو في معصية الله من المسلسلات والأفلام والأجهزة التي فيها هذه المصائب ويترك امرأته تخرج متبرجة لأنه يحبها ولا يريد أن يغضبها وهو مسؤولٌ بين يدي الله يوم القيامة زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين الأبناء قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابًا وخيرٌ أملا والقناطير المقنطرة المال الكثير كما قال الربيع بن أنس في تفسير البغوي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة قال البغوي سُمِّي الذهب ذهبًا لأنه يذهب ويفنى وسمِّت الفضة فضةً لأنها تنفضُّ وتنقضِي والخيل المسوَّم هذه الخيل قال مجاهد المُطهمة أو المُطهَّمة الحسان تجدُه في بيته يربط تلك الخيل ويفخرُ بها ويطلُبُ زينتَها ولا يستعملُها فيما ينفعُه من أمرِ دنيا ولا من أمرِ أُخْرَاه كالجهاد في سبيل الله تعالى والأنعام من الإبل والبقر والغنم كما قال البغوي رحمه الله ويدخل في الغنم الماعز والضأن والحرث الزراعة والأراضي هذه لذاتُ الدنيا النساء البنين من النساء والبنين والأموال العظيمة كهذه المُقَنطرة القناطير المُقَنطرة من الذهب والفضة والخيل المُسوَّمة والأنعام والحرث زُيِّن للناس هذه أشياء مُزيَّنة ما من إنسانٍ إلا وتتوقُ نفسُه إلى هذه الأمور لذلك أُمر بمُجاهدة النفس الأمار بالسوء وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الذي يزهد في هذه الأمور ويُجاهد نفسه ويطلب ما عند الله فهو من الفائزين ولمن خاف مقام ربه جنتان زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المُقَنطرة من الذهب والفضة والخيل المُسوَّمة والأنعام والحرث ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاة الدُّنْيَا قال البغوي أي هذا متاعٌ زائل والله عنده حُسن المآب المرجع إذا رجع العبد إلى ربه ورآ من كرامة الله له ورآ من نعيم الجنة ولذَّاتها فرآ أنهارها وجلس في ظلالها وتحت أشجارها وشرب من مائها وأكل من طعامها من لحوم الطير ومن الفواكه ومما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين وعان قحورها ونساءها وجالس أنبياءها والرُّسُل ورآ رب العزة والجلال وجلس في تلك الغُرف المبني من الذهب والفضة ونال تلك المماليك أو المملكة العظيمة وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً فهذا خيرٌ من هذه الدنيا ثم بيَّن الله تعالى فقال قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ أي من هذه اللذَّات الفانية في الدنيا للذين اتَّقَوا عند ربهم الذين اتَّقَوا فعلوا الأوامر قاموا بالطاعات واجتنبوا المحرَّمات والمعاصي للذين اتَّقَوا عند ربهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها وأزواجٌ مُطهَّرة وأزواجٌ مُطهَّرة قال ابن كثير نساء مُطهَّرات من الدنس والخبث والحيض والنُّفاس ومن سائر ما يعتري نساء الدنيا من القبائح تلك النسوة في الجنة تُرَغِّبُ أصحابها من أهل الجنة في مواقعتهن وفي التلذُّذ بهن وهكذا إذا ضحِكَت أنارَت لها الجنة إذا أقبلت نصيفُها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها يعانِقُها ويُضاجِعُها قال بعض أهل العلم في اليوم مئة مرة يمنُّ الله تعالى عليهم بقوة الأجساد وبنعيم اللذَّة والتلذُّذ بهؤلاء أو بهذه النسوة حورٌ مقصوراتٌ في الخيام فبأي آلاء ربكما تُكذِّبان قال الله عنهن لم يطمثهن إنسٌ قبلهم ولا جان قال الله تعالى عُرُوبًا أترابًا المرأة العروب التي تُحسِنُ التبعُّل لزوجها وتقول له كلامًا تُرَغِّبُه في مواقعتها ومجامعتها ولا يسمع منها شيئًا يسوءه أتراب شبابًا في غاية الحُسن والقوة والجمال والأجساد ولذلك رغب الله العباد في هذه الأمور وفي نعيم الجنة قال وأزواجٌ مُطهَّرةٌ ورضوانٌ من الله والله بصيرٌ بالعباد ثم ذكر صفات هؤلاء المتقين أسأل الله يجعلنا منهم إن رب على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والتمائم والتولى شركٌ إذا علِّقت هذه التمائم واعتقدًا معلِّق أنها تنفع وتضر فهذا من الشرك بالله تعالى ولا يجوز لأحدٍ أن يُعلِّق شيئًا وإنما يتعلَّق بالله الذي يحفظه فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين إيمان لا يدعو معه العبد غير الله تعالى لا يدعو الأموات ولا أصحاب القباب ولا المطبورين ولا الأولياء ولا الصالحين من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها قال الله تعالى قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إن أراد أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وقال الله تعالى وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا أي النَّبِي صلى الله عليه وسلم وحاشاه وحاشاه صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وقال تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقال تعالى أَيُشِرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَيُشِرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِمْ يقولون يا فلان نريد الذرية أنت تهب الذرية وأنت تعطي الأبناء وأنت ترزق من كان عقيما ببركتك وبمكانتك وبفضلك وأنك تتصرف في الكون تهب الذرية وتنزل الغيث وتجيب المضطر وأنك تكشف الكرب وهذا كله من أقبح الشرك بالله تعالى أيُشِرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَصْرًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى أنت ضعيف وهو ضعيف أنت فقير وهو فقير كيف تدعوه من دون الله تعالى وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لذلك أولى هذه الصفات أنهم على الإيمان الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا يطلبون المغفرة فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين وهذه من صفاتهم قال البغو يصبرون على طاعة الله فيقومون بأوامره ويصبرون على معم عصية الله فيجتربون هذه المعاصي ويصبرون على البأساء والضراء وعلى الأقدر والصادقين قال قتادة صدقوا في إيمانهم صدقوا في إيمانهم فجمع الله لهم بين إحسان السرير وإحسان العلن فكانت جوارحهم تعمل بطاعة الله وألسنتهم تلهج بذكر الله وقلوبهم بالخوف من الله وبرجائه وبمحبته سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والقانت المطيع الذي إذا قام إلى الصلاة أطال الصلاة يلازم طاعة الله تعالى والمنفقين أي أموالهم في سبيل الله وفيما يُقرِّب إلى الله تعالى والمستغفرين بالأسحار قال البغوي رحمه الله تعالى قال الحسن البصري مدوا الصلاة من الليل فلما جاء السحر بعد الأذان الثاء الأذان الأول جلسوا يستغفرون الله تعالى وقال نافع مولى ابن عمر قال كان عبد الله ابن عمر يقوم من الليل يصلي بين يدي الله تعالى ثم يقول قُرب الفجر أسحرنا يا نافع أسحرنا فأقول لا فيصلي فيقول لي أسحرنا فأقول لا فيصلي حتى إذا جاء السحر قال يقول لي أسحرنا فأقول نعم فيجلس فيستغفر الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يجعلنا من هؤلاء وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى وأن يُصلح شؤون هذه البلاد وأن يولي علينا خيارنا وأن يُصلحهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يُنزل على هذه البلاد النعم والرحمات وأن يُفرِّج وأن يؤلِّف القلوب وأن يُرُدَّ الجميع إليه ردًّا جميلًا وأن يجمعنا في دار الكرامة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله